طيب احنا معنا الكابتل صلاة عبدالفتاح امين صندوق نادي الترسانة الحالي هنشوف ايول ايه ونرجع تاني لحضرتك احنا بدأنا مع بعض سنة 1960 كنا تحت 16 سنة في التوقيت ده وكنا برضو في نفس الوقت اول البطولات اللي الترسانة حصلت عليها كانت في هذا الوقت كان الدور العام 62-63 ودي كانت اول سنة يتم تصعيدنا كناشئين كابتن ابو العز كابتن ابراهيم الخليلي كابتن اشرف القافي صلاة عبدالفتاح احنا الاربعة تصعادنا والسنة بتاعت الدور العام دي يعني محدش فينا احنا الاربعة كانت الامور صعبة جدا يمكن انا لعبت ماتش واحد بس في الدور كل ده واحنا فضلنا مع الفرق حققنا بعد كده بعد ما اخدنا الدور العام وطبعا كان معنا نجوم كبار ونجوم اكبر مننا وقدام بس احنا كنا بنواطبر اصغر اللي موجودين في المجموعة خدنا الدور العام اللي برضو كتير اول في مصر محدش يعرفه نهائي ويمكن اول واحد اتكلم عليه من خلال المعلومات اللي عرفها كان الاعلامي يعقوب السعدي الساز الكبير واصار موضوع ان الترسانة اول فريق يحصل على كأس السوبر وكان محمد من اللاعبة اللي هما بدنيا يعني اقوياء جدا 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 وفيه يعني مباراة كانت بين منتخب الترسانة والزمالك ضد انتراخت على ملعب الزمالك المدير الفني الالماني قال انا لو عندي لو عندي خمس لعيبة بمستوى محمد ابو العز ومستوى البدني والفني انا كنت اخد كاس العالم وانا مستريح فكابتن ابو العز يعني الحقيقة تاريخه يعني ناصع البياض في نادي الترسانة ومع منتخب مصر وبرضو مع منتخب الناشئين كنا احنا برضو الاربعة اللي بنبقى مع منتخب الناشئين اه ابو العز بني ادم مخلص وبني ادم يعني ادى للترسانة كتير واحنا مخرجناش عن نادي الترسانة لحد دلوقتي انت قلت تقبيدة بقى طيب